تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالستار سيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصعد الله وقاتكم بكل خير نتابع معكم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى تدبر الآيات من سورة الكهف والتي تعتبر النور الذي يسير به الإنسان من جمعة إلى جمعة في مسيرة حياته وهذه السورة العظيمة المحفوظة لكثير من الناس وصلنا في اللقاء الماضي عند قول الحق سبحانه وتعالى بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ما زال الكلام موصولا بالقوم الذين أرادوا أن يصرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يردون وجه بذلك انقسم الناس إلى قسمين قسم متكبر حريص على جاهه وسلطانه وماله وقسم ضعيف مستكين لا جهله ولا سلطان ولا مال لكن الله سبحانه وتعالى يريد استطراق آياته استطراقا يشمل الجميع ويسوي بينهم بذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا موجودا في الحياة ففي الناس الكافر الغني والمؤمن الفقير وعلينا أن نتأمل موقف كل منهما واضرب لهم مثلا رجلين قلنا سابقا أن الضرب معناه أن تلمس شيئا بشيء أقوى منه بقوة تؤلم ولابد أن يكون الضارب أقوى من المضرو إلا فلو ضربت بيدك شيئا أقوى منك فقد ضربت نفسك ومن ذلك كما قلنا قول الشاعر ويا ضاربا بعصار في الحجر ضربت العصى أم ضربت الحجر هنا يقول الله سبحانه وتعالى اضرب لهم يا محمد مثلا من كافر إذا استغنى والفقير إذا رضي بالإيمان رجلين أي هما محل المثل جعلنا لأحدهما أول واحد جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا لكن هل هذا المثل كان موجودا بالفعل؟ كان للرجلين وجود فعلي في التاريخ؟ طبعا تقول بعض الكتب كانوا واقعا عند بني إسرائيل وهما باراكوس ويهوذة وكان يهوذة مؤمنا راضيا وباراكوس كان مستغميا وقد ورثا عن أبيهم ثمانية ألاف دينار لكل منهما أخذ باراكوس نصيبه واشترى به أرضا يزرعه وقصرا يسكنه وتزوجه فأصبح له ولدان وحاشيا أما يهوذة فقد رأى أن يتصدق بنصيبه وأن يشتري به أرضا في الجنة وقصرا في الجنة وزعع الفقراء استغنى باراكوس بما عنده واغتر كما قال طبعا ورد بالله والله سبحانه وتعالى يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى فأول مشكلة أن تشغلك النعمة عن المنعم وتظن أن ما أنت فيه من نعيم ثمر لجهدك وعملك ونتيجة لسعيك قال قارون قال إنما أوتيته على علماندي فتركه الله لمهارته فليحرص على ماله بما لديه من قوة فخسفنا به وبداره الأرض ولم يفعه ماله أو علمه إذن هاتان صورته بقياتان في المجتمع كافر يستكبر يستغني يستعلي بماله بغناه بسلطانه مؤمن قنوع مما قسم الله له هنا مثلا رجلين جعلنا لأحدهم جنتين واحد منهم عنده جنتين من أعناء وحفناهم بنخل وجعلنا بينهم أزرع هندسي زراعي تماما علمنا الله تعالى أن نجعل حول الحدائق والبساتين سورا من النخيل ليكون سياجا يصد الهواء والعواصل وذكر الله سبحانه النخل والعلام وهي من الفاكهة قبل الزرع الذي منه القوت الضروري كما ذكر من قبل الأساور من ذهب وهي للزينة قبل الثيان وهي من الضروريات طيب جنتين هاتان الجنتان وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الوصف بهذه الأوصاف وهي كما قلنا وكأنها هندسة زراعية بيّنها بهذه الآيات سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى لقد كان لسماء في مسكنهم آية جنتان عن يمين والشمال كل من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور كلتا الجنتين هنا يقول آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر أي أعطت ثمرة المطلوبة منها والأكل وما يؤكل ونعرف أن الزراعات تتلاحق ثمارها فتعطيك شيئا اليوم وشيئا غدا وشيئا بعد غدها كذا ولم تظلم منه شيئا تظلم نطينا إشارة إلى عمل الخير في الدنيا فالأرض وهي جماد لا تظلم ولا تمنعك حقا ولا تهدر لك تعامل فإن أعطيتها جهدا وعملا جهدت عليك تضع فيها البذرة الواحدة فتأخذ ألاف إذا فهي كريمة جوادة شريطة أن تعمل ما عليك من حلث وبذر ورعاية وسقع طيب أرض الله سبحانه وتعالى أن يضرب لنا المثل في مضاعفة الأجر مثل الذين يفكون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف بمية جاء فإذا كانت الأرض تعطيك بالحبة سبع مئة حبة فما بالك بخالق الأرض لا شك أن عطاءه سيكون أعظم لذلك قال تعالى بعدها والله يضعف المية جاء والله واسع عليه إذن فالأرض لا تظلم ومن عدل الأرض أن تعطيك على قدر تعامك وكدك فيها والله يقدر لك هذا التعب ويشكر لك هذا المجهود والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد الصحابة وقد تشققت يداه من العمل قال هذه يد يحبها الله ورسوله لأنها تعبت وعملت لا على قدر حاجتها بل أكثر من حاجتها عملت لها وللآخرين ليش لأنه يصير عندما يؤدي إلى الزكاة تعطي للفقراء والمساكي فعلى أصحاب القدرة والطاقة أن يعملوا لما يكفيهم ويكفي العاجزين عن العمل شفوا الزكاة والنفترض أنك أنت تتصدق بشيء المحتاج لكنك ستبيع الفائض عنك هذا في حد ذاته نوع من التي يسير على الناس والتعاون معهم وما أشبه الأرض في عطائها وسخائها بالأم التي تزل لك العطاء إن بررت بها وكذلك الأرض بل إن الأم بطبيعتها قد تعطيك دون مقابل وتحن عليك وإن كنت جاحدا وكذلك الأرض هلا ترها تخرج لك من النبات ما لم تزرعه أو تتعب فيه فكيف إذا أنت أكرمتها بالبر لا شك أنها ستزيد لك العطاء والحقيقة أن الأرض ليست أمنا على وجه التشبيع بل هي أم حقيقة على وجه العقيقة لأننا من ترابها وجزء منها فالإنسان إذا مرض مثلا يصير ثقيلا على كل الناس لا يتحملون وتحنوا عليه وتزيل عنه الأذى كأمه الأرض عندما يموت ويصبح جيفا يأنف منه كل محب كل أخه كل قريب في حين ذلك تحتضنه الأرض وتنطص كل ما فيه وتستره في يوم هو أحوش ما يكون إلى السطر يتابع المولى هنا وفجرنا خلالهما نعرى ذلك لأن الماء هو أصل الزرع فجعل الله للجنتين ماء مخصوصا يخرج منهما ويتفجر من خلالهما لا يأتيهما من الخارج فيحجبه أحد عنهما ثم يقول الله سبحانه وتعالى وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يحاور هذا المسأل أنا أكثر منك ملا وعز نفرا أي لم يقتصر الأمر على أن كان له جنتان فيهما النخيل والعناب والزرع الذي يؤتي أكله بل كان له فوق ذلك ثمر أي موارد أخرى ثمر موارد أخرى حتى هذه الموارد قد تكون من زهب فضة وأولاد لأن الولد ثمرت أبيه بعد ذلك يقول أنا أكثر منك ملا وعز نفرا ثم تدور بينهما هذه المحاورة فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك ملا وعز نفرا دليل على أن ما تقدم ذكره من أمر الجنتين وما فيهما من نعم دعته إلى الاستعلاء ولذلك قال لصاحبه الصاحب هو من يصاحبك ولو من تكن تحبه طيب يحاوره أن يجادله يعني كل واحد يحكي والتاني برد تالي حتى يصل إلى نتيجة أنا أكثر منك ملا يقصد الجنتين وما فيهما من نعم وعز نفرا داخلي طبعا في قوله تعالى وكان له ثمر هكذا استغنى بالمال والولد ثم يقول الله سبحانه وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا طيب جنتان لماذا قال ودخل جنته وما قال ودخل جنته لأن الإنسان إذا كان له جنتان فلن يدخلهم معا في وقت واحد ما الحال دخوله سوف يواججني واحد يدخل على واحد شوف دقة الأداء القرآني ثم يدخل الأخرى طيب فدخل جنته ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قد يظلم الإنسان غيره لكن كيف يظلم نفسه يظلم الإنسان نفسه حين يرخي لها عنان الشهوات فيحرمها من مجتهيات أخرى ويفوت عليها ما هو أبقى وأعظم هنا يقع ظلم الإنسان على نفسه لأن النفس لها جانبان نفس تشتهي ووجدان يردع بالفترة طيب قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا طبعا هو يعتقد بأنها لن تهلك أبدا وهذا هو الخاطر الذي يدور به ظلم نفسه واستعلى واقتر بالنعمة ما أظن أن تبيد هذه النعمة أو تزول هذه الجنة أبدا الوارفة أو تهلك لقد غره واقع ملموس أمام عينيه استبعى ذمعه أن يزول عنه كل هذا النعم ليس هذا فقط بل دعاه غروره إلى أكثر من هذا فقال وما أظن الساعة قائمة ولا إن رددت إلى ربي لا اجدن خيرا منها مقالبة إذن أطلق لغروره العنان طيب إذا قبلت منه بالأول ما أظن أن تبيد هذه أبدا لكن ما أظن الساعة قائمة كمان لا درجة لذلك لما أنكر قيام الساعة هزته الأوامر الوجدانية فستدرق قائنا ولا إن طابع يعني إذا في آخر هكذا معنى إذا في آخر ولا إن رددت إلى ربي إذا في آخر وفي رب فمعنات رحلة لا يحسن منا ولا إن رددت إلى ربي لا اجدن خيرا منها مقالبة كأنه ضمن أن الله تعالى عد له ما هو أفضل من هذا نقف هنا أن نتأمل قول هذا الجاحد المستعلي بنعم الله المفتوم بها ولا إن رددت إلى ربي يعني هو يعرف أنه في رب وهذا تناقض مع نفسه لكنه ينكر استعلاء وغرور وشك بقيام الساعة منقلب أي مرجعة ثم يقول قال المولى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من ترام ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشركه بربي أحدا هنا يرد عليه صاحبه المؤمن محاورا ومجادلا ليجلي له وجه الصواب أكفرت بالذي خلقك من ترام أي كلامك السابق أنا 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 من استعلاء وإنكار تذكر هذا ولا تذكر البداية ومنشأك من ترام ثم من نطفة وهي أصل التناسل ثم سواك رجلا أي كاملا مستوية سواك تسوي أعداد شيء أعدادا يناسب مهمته في الحياة قلنا إن العود الحديد السوي مستقيم تخطى في نهايتي عجاج لكن عجاج الخطف وعين استقامته لأنه تستوي مهمته شايفين في إذن كل الكل أعد لشيء هون أكفرت قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك أكفرت الهمزة في أكفرت ليست للاستفهام بل هي استنكار لما يقوله صاحبه وما بدر منه من كفر ونسيان لحقيقة أمر الإنسان وبداية خلقه ترام هو أصل الإنسان وهو أيضا مرحلة من مراحل خلق الإنسان لأن الله تعالى ذكر من خلق الإنسان مرة من ماء مرة من ترام مرة من حماء مسنون مرة من صارك الفخار مرة من طين البعض يعترض يقول هذه أشياء مختلفة في خلق الإنسان الحقيقة أنها شيء واحد له مراحل متعددة انتقالي إن أضفت الماء للترام صار طينا فإذا ما خلطت الطين ببعضه بعض صار حماء مسنون فإذا تركته حتى يجف يتماسك صار صلصانا إذن فهي مرحليات لشيء واحد ثم يتابع فيقول لكن هو الله ربي ولا أشرك ربي أحدا لكن لكن أي لكن أنا هو الله ربي حذفت الهمزة أضغمت النوم بالنوم لكن الاستدراك المؤمن يستدرك على ما قاله صاحبه أنا رست مثلك فيما تذهب إليه فإن كنت قد كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فأنا لم أكفر بما خلقني فقولي واعتقادي الذي أؤمن به هو الله ربي نلاحظ أن الكافر لما يقول الله ربي إنما جاء فورا ربي يعني جاء على لساني في معرض الحديث فرق كبير بين القولين لأن الرب الله ربي والرب الرب هو الخالق المتولي للتربية هذا الأمر لا يشك فيه أحد ولا اعتراض عليه إنما الشك في الإله المعبود المطاع الربوبية عطاء لألوهية تكليف يعترف الكافر بالربوبية لكن ينكر لألوهية والتكليف ثم يؤكد المؤمن إيمانه فيقول ولا أشرك برب أحد لم يكتفي المؤمن بين أبانا لصاحبه ما هو فيه منه إنه أنه كافر ولأراد أن يعدي إيمانه إلى الغير هذه طبيعة المؤمن أن يكون حريصا على هداية غيره لذلك بعد أن أوضح إيمانه بالله تعالى أراد أن يعلم صاحبه كيف يكون مؤمنا ولا يكمل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه شوف الله شو قاله أراد أن يهديه قال له ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله يريد أن يعلمه سبيل الإيمان في استقبال النعمة بأن يرد النعم إلى المنعم لأن النعمة التي يتقلب فيها الإنسان لا فضله فيها كلها موهوبة من الله هذه الحدائق والبساتين كيف أتت ومن أين إنها الأرض التي خلقها الله لك وعندما حرستها بآلة من الخشب أو الحديد وهي من هبة الله سبحانه وتعالى لا دخل لك فيه والقوة التي أعانتك على العمل موهوبة لك من الله يمكن أن تسلب منك في أي وقت فتصبح ضعيفا لا تقدر على شيء إذن حينما تنظر إلى كل هذه المسائل تجد هذه المسائل منتهية إلى عطاء الله الأعلى فأي صنعة وأي شيء موجود من الصنعة كذلك وأعدت الأمر فأنك تجد بأن فضل الله ونعم الله سبحانه وتعالى عليك لذلك يعلمنا الله سبحانه وتعالى الأذب في نعمته بقوله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون بسوط الواقع هذه الحبة التي بذرت في حقلك هل جلست بجوارها تنميها تشدها من الأرض تنمو معك يوما بعد يوم إن كان عملك فيها أن تحرط الأرض تبذر البذور حتى عملية الحرب سخر الله لك فيها البائم لتقوم بهذه العملية ما كان بأسعك أن تطوعها لهذا العمل لو لا أسخرها الله وذلنها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلهم إذن لو حللت أي نعمة من النعم لوجدت أن نصيبك فيها راجع إلى الله ومهوم من الله سبحانه وتعالى حتى بعد أن ينمو زرع ويزهر أو يثمر ما تأمن أن تتي أفي أو تحل به جائحة فتهلكه لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقصموا لا يصرمونها مصبعين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كسرين أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن نزلون هذا الماء الذي نشربه عذما زلالا هل نعرف كيف نزل؟ هل رأينا بخار الماء الصعد إلى الجو؟ كيف ينعقد صحاما تسوقه الرياء؟ هل عرفنا العملية؟ لو نشاء جعلناه أجاجا أي مالحا شديدا لا ننتفع به فحينما يمتن الله على عبيده بأي نعمة؟ ذكرهم بما ينقضها فهي ليست من سعيهم وعليهم إن يشكروا تعالى عليها لتبقى أمامهم ولا تزول وإلا فليحافظوا عليها هم إن كانت من صنع أيديهم وكذلك في مسألة خلق الإنسان يودح الله سبحانه وتعالى أنه يمنح الحياة وينقضها بالموت أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن نصبقين فإن كنتم أنتم الخالقين فحافظوا عليه وادفعوا عنه الموت فذكر الله سبحانه وتعالى نعمة في القلق بما ينقضها بالموت نعود إلى الرجل المؤمن صاحب المؤمن اللي عمي صح الكافر قال له لولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لقواته إلا بالله لولا بمعنى هلا وهي للحث والتحضيط على الإنسان إذا رأى ما يعجبه فيما الأولا حتى لو أعجبه فعليه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قيل عند نعمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا ولا ترى فيها آفة إلا الموت الموت حق فأي نعمة شوفه الواجب علينا أن لا تلهين النعمة عن المنع فنقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أي أن هذا ليس بقوة وحيلة بل بفضل من الله نرد النعمة إلى خالقها ومجدها وما دمنا قد ردنا النعمة إلى خالقها فقد استأمنناه عليها وذكرنا سابقا أن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان علما بكنوز القرآن رأى النفس البشرية وما يعتريها من تقلبات تعكر عليها صف الحياة من خوف أو قلق أو هم أو عزن أو مكر أو زهر الدنيا طبوعات فكذا رضي الله عنه يخرج لهذه الدئات ما ينسبها من علاجات القرآن كان يقول في الخوف عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تعالى حسبنا الله ونعمة الوكيل فأني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمتي من الله وفضل لم يمسسهم سوء عجبت لمن اغتم لأن الغم سداد القلب وبلبرت الخاطر عجبت لمن اغتم لم يفزع إلى قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فأني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناهم من الغم وكذلك نجي المؤمنين وكأنها وصفة عامة لكل مؤمن وليست خاصة بنبي الله يونس لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين لا مفزع لي سواك ولا ملجأ فاعتراف بالذم وتقصير وتوحيد لله هذا ما يدفع الغم لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالم عجبت لمن موكر به كيف لا يفزع إلى قوله تعالى وأفوض أمر إلى الله فأني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكره فالله تبارك وتعالى هو الذي سيتولى الرد عليهم ومقابلة هذا المكر المكره ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها وهو صاح صاحب طموحات وتطلع إلى الزغرف لا يفزع إلى قوله تعالى ما شاء الله لقوة إلا بالله فأني سمعت الله بعقبها يقول فعصى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك فإن قلت هذا عند النعمة حفصت النعمة ما شاء الله لقوة إلا بالله يا صدر المؤمن فيبين لصحبه ما عيره به من أنه فقير وهو غني وما استعل عليه بماله ولده إن ترني أنا أقل منك ماله وولده وذكره بأن الله تعالى قادر على أن يبدل هذا الحال فعصى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها عسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا عصى للرجاء فإن كان الرجاء من الله فهو واقع لا شك فيه لذلك حينما تقول عند نعمة الغير ما شاء الله لقوة إلا بالله يعطيك الله خيرا مما قلت عليه ما شاء الله لقوة إلا بالله اعتراف بنعمة الله وردت الفضل إليه سبحانه لا إن شكرتم لا أزيدنكم فعصى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك لأنه قال لك أن ينقل مسألة الغنى والفقر ويحولها أنت لا قدرة لك على حفظ هذه النعمة كما أنت لا قدرة لك على جلبها من البداية إذن يمكن أن يعطيني ربي نعمة مثل هذه النعمة في حين تظل نعمتك كما هي لكن إرادة الله تعالى ومشيئة الله سبحانه وتعالى يمكن أن تقلب نعمتك وتزيلها ويرسل عليها حسبانا من السماء هذه النعمة التي تعتز بها وتفخر بزهرتها وتتعالى بها علي وعلى قلق الله يمكن أن يرسل الله عليها حسبانا حسبانا شيء محسوب مقدر بدقة وبحساب كما جاء في قوله تعالى الشمس والقبر بحسبان فإذن فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلق تصبح صعيدا زلق أي أن هذه الجنة العامرة بالزروع والثمار المنئة من نخيل والأعنام بعد أن أصابتها الصعقة أصبحت صعيدا أي جدباء يعني لها التراب أي فيه ليس هذا فقط بل صعيدا زلق أي ترابا مبللا تنزلق عليه الأقدام فلا يصلح لشيء حتى المشي عليه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعنا ما علمنا وأن يعلمنا ما يفعنا إنه سميع مجيب وبالإجابة الجديد والصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر